أهلا بحضراتكم من جديد وفي المواجهة دي نتكلم عن أهمية الدورة التانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية وأهم رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته للمشاركين وأيضا يعني إشادة الرؤساء الأفريقة بجهود الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتضامن وتحقيق السلام بالقر اسمحولي أرحب بضفتي عبر زوم دكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة وطن دكتورة سماء مساء الخير وأهلا بحضرتك في المواجهة مساء الخير أستاذة ريهام وأهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين أهلا بك يعني في البداية عايزة أبدأ مع بيان حزب حماة الوطن اللي أشاد بتنظيم مصر لمنتدى أسوان الثاني تحت عنوان صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد نحو تعافن أقوى وبناء أفضل كلمين عن رؤية الحزب حول هذا المنتدى كمنصة أفريقية تفاعلية من بداية تتشينه خلال رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في عام 2019 الحقيقة حزب حماة الوطن يعني بيتابع الشأن الخارجي يعني منذ طولي الرئيس عبد فتاح السيسي الحب في 2014 ويمكن ده تواكب مع بداية ناشئة حزب حماة الوطن وبتالي احنا عارفين الدوائر الخارجية اللي بنتحرك فيها سواء كانت العربية أو الأفريقية وطبعا احنا متابعين أن الدائرة الأفريقية كان فيها عدم تركيز في فترة كبيرة من الزمن والحقيقة أن السيد الرئيس ركز عليها بشكل مكسف ووفق استراتيجية محددة سواء تجاه دول وادي النيل أو تجاه القارة الأفريقية كلها ويمكن الجهود اللي قام بيها السيد الرئيس من خلال الزيارات العديدة اللي قام بيها للدول الأفريقية ودول كثيرة جدا منها لم يزورها أي رئيس مصر سابقا وبشكل متتالي ومتتابع أيضا حرصه الشديد على خذور المؤتمرات الخاصة بأفريقيا مش بس تتابع الاتحاد الأفريقي لكن أيضا أي منتديات سواء كانت السين أفريقيا الهند أفريقيا اليابان أفريقيا وأعتقد أن كمان تكسيف هذه الزيارات أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 ومشاركة مصر في تفعيل أجندة أفريقيا عشرين تلاتة وستين كان ليه صدى كبير جدا ويمكن تفعيل أيضا اتفاقية التجارة الحرة في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كان ليها أثر كبير في إحداث التنمية المستدامة داخل القرى الأفريقية فبالتالي نحن في الحزب نتابع النشاط الخارجي للسيد الرئيس من انطلق أن هو بيسعل تحقيق التنمية المستدامة داخل مصر وأيضا داخل القرى الأفريقية إيمانا بأن تحقيق التنمية سوف يقضي على العديد من المشكلات اللي بتواجه القرى سواء كانت مشكلات اقتصادية أو كانت مشكلات أمنية أو كانت مشكلات سياسية طبعا احنا متابعين أن القرى الأفريقية قرى وعيدة ولديها العديد من الثروات وأيضا هناك استشعار كبير جدا من قبل دول العالم بأهمية هذه القرى وبالتالي فيه تنافس كبير أيضا لكن القيادة المصرية بتنظر إلى هذا التنافس الدولي على أنه هو فرصة للدول الأفريقية بأن احنا نستثمر هذا التنافس الدولي لتحقيق التنمية وخاصة أن القرى الأفريقية بحاجة لتحقيق التنمية في البنية التحتية في أن يكون فيه أطراف متعددة بتعرف مشاكل القرى الأفريقية بشكل جيد وتدخل في وساطة في النزاعات المسلحة وفي حل الإشكاليات الأمنية اللي بتواجهها وخاصة على رأسها الإرهاب ويمكن في سنة 2020 أن العالم كله أصيب بمشكلة بأزمة كورونا فكان لها تدعيات وتأثيرات كبيرة جدا لكن هذا لم يمنع القيادة المصرية والمصرية في السيد الرئيس بالاستمرار في عمض المؤتمرات المختلفة الخاصة وتهتم بالشأن الأفريقي من خلال منظمة الاتحاد الأفريقية أو حضور المؤتمرات الافتقاضية معاك يا دكتورة معاك وكنت عايزة عرف برضو إذا كنت شايفة أن هذا المنتدى ممكن أن نعتبره ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبرة من الدول الأفريقية لتطبيق السلام من ناحية وتنمية المستدامة كمان من ناحية تانية الحقيقة اللي هو ده الهدف من إنشاء هذا المنتدى وكمان الهدف من تأكيد القيادة السياسية على استدامة هذا الهدف مش بس حاليا لكن أيضا في المستدامة فهذا المنتدى سوف يبقى بشكل دوري ولأن في كل السنة بيهتم بقضية من القضايا اللي بتهم القارة الأفريقية ويمكن أنه في المنتدى الحالي كان تركيزه على إزاي أن دولة الأفريقية عمتا تحل مشكلتها أو تدعيات اللي أصيبت بيها الدول الأفريقية من جراء أزمة كورونا ويمكن السيد الرئيس في خلال كلمته كان واضح جدا في استعراض المشكلات والتدعيات اللي حصلت سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو على المستوى التكنولوجي أو على المستوى الأمن والحقيقة أن السيد الرئيس في خلال كلماته ركز على الفرص المتاحة وطرح الكثير من الحلول لتحقيق السلام المستدام وأيضا التنمية المستدامة فعلى المستوى الاقتصادي الحقيقة للرئيس أكد على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وعلى مشروعات البنية التحتية وأيضا مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي وأيضا تعزيز التكامل الاقتصادي والاندماجي الأقليمي وتهيئة بيئة مواتيا لتحقيق مستويات أعلى من النمو وتوفير فرص عمل لتجاوز التدعيات الاقتصادية لجائحة كورونا أيضا زي ما حضرتك متابعة كلنا متابعين أن في مصر في استراتيجية للتحاول الرقمي لكن احنا متابعين أزمة كورونا أن لها تدعيات التكنولوجيا حلت كثير من المشاكل اللي احنا قابلناها في العديد من المجالات زي ما حضرتك عارفة زي التعليم ودلوقتي فقا التعليم عن برضه المتحانات عن برض أيضا العمل في قطاعات كثيرة جدا أصبح عن برض وده كان ليه تأثير في أنه خفض برضه من نسب الكورونا بشكل أو بآخر وبالتالي الساد الرئيس كان حريص أنه يدعو بزيادة الاستثمار في هذا المجال لأنه مجال مهم من النحية في النحية المستقبلة كويس أنا عايزة فعلا أتوقف أمام بقى على ذكر رسائل الرئيس يعني خلال كلماته النهاردة قدام المنتدى أو أمام المنتدى الرئيس قال أن مصر حارست على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضي للاستفادة من قوة الدفع في الدورة الأولى وما حققتهم من نجاحات الوقت الراهن الأمثل لنتدارس معا التحديات الجسيمة دلالة عقد هذا المنتدى رغم وجود هذه الجائحة الحقيقة أن الهدف الأساسي من عقد هذا المنتدى هو طرح الرؤى من خلال خبراء المختلفين المشاركين في هذا المنتدى لكيفين تطوير السياسات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة الأبعاد التي تأثرت بتدعيات أسمة كورونا خاصة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى البيئي وفي محاولة من الخبراء أنهم يصلوا لحل شامل أو تعافي شامل من تدعيات أسمة كورونا فده الهدف الرئيسي من عقد هذا المنتدى وإن ده الهدف من وراءه وإن هذا توقيت مهم للغاية لأن أيضاً زي ما تفضل السيد الرئيس وأشار أن على المستوى الأمني أن أزمة كورونا كان لها تأثيرات في تفاكم الأخطار اللي بتواجهه القرى وخاصة على مستوى النزاعات المسلحة والفروب الأهلية اللي هي بتحول دون تحقيق واستدامة الأمن داخل القرى اللي هو أساس التنمية في الأساس أيضاً الأرهاب كان بأثر كتير جداً على تقرار الشعوب الأفريقية وزاد من الجرائم الأخرى زي إنشار الأسلحة وتحريب الأسلحة أيضاً تفاكم الجرائم والجراء المنظمة والإتجار في البشر والهجرة في الشرعية والنزوح القصري فبالتالي أزمة كورونا بدل ما قبل كورونا في 2020 ما كنا الهدف القضاء على التحديات اللي بتواجه الأزمة لا هذه الأزمة فقبت من التحديات اللي بتواجه القرى فمن ثم كان اختيار هذا الموضوع وعنوان الملتدى بيدل على المطابعة الجيدة جداً للتحديات اللي بتواجه مصر بتواجه القرى الأفريقية وضرورة بقى توحيد الجهود لدعم الأطراف والأليات لمنع النزاعات والخلافات اللي موجودة طيب شايفة زي دكتورة سماء تصريحات الرئيس السيسي عن سهام الإرهاب اللي بتحاول تقويد استقرار شعوبنا فضلاً عما تجلوبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة تفاقم الجرائم المنظمة والإتجار بالبشر الحقيقة خلينا نتفق أن السيد الرئيس لديه رؤية وهي دي اللي احنا بنحققها في الوقت الحالي أنها تحقيق التنمية الاقتصادية من شأنه أن يقضي بتدريب على الإرهاب في كل الدول مش بس في مصر لكن في المنطقة العربية وأيضاً في الدول الأفريقية والتنمية الاقتصادية معناها استقرار معناها استمرارية الدولة الوطنية فهذه الفلسفة اللي تبناها السيد الرئيس منذ توليء الحكم قادرة أنها تحقق الاستقرار والسلام المستدام وأصدر التنمية المستدام الحقيقة من متابعتنا للسياسة الخارجية المصرية ومن الكلمات اللي بياد بيها السيد الرئيس في المنتجات المختلفة والمجتمعات المختلفة أنه هو استجح بشكل جدير أنه هو يوصل لوجهة النظر المصرية لتحقيق التنمية في المنطقة وفي القارة الأفريقية هي القادرة على القضاء على الإرهاب وأيضاً تحقيق التنمية اللي كل دول العالم بتهدف لها الآن أنه زي ما إحنا متابعين أنه مش بس القارة الأفريقية تضرارة الاقتصادية لكن أيضاً الدول المتقدمة تضررت اقتصادين فبالتالي التوجه للقارة الأفريقية الوعيدة هذا سيكون جزء من حل عالمي فهو فرصة لأفريقيا وفرصة أيضاً للدول الخبرى للاستثمار في هذه القارة وتحقيق التنمية فيها أيضاً السيد الرئيس استطاع أنه من خلال المنتدات المختلفة وهذا المنتدى برضو امتداد للنشاط الكبير اللي قام بي سياته من 2014 أنه هو يعكس وجهة نظره للحلول المختلفة في القارة الأفريقية وبالتالي فيه استجابة كبيرة جداً وإحنا لاحظنا في العديد من القضايا اللجوء في النهاية لوجهة النظر المصرية وتبنيها ويمكن إحنا متابعين في العديد من القضايا سواء كانت مثلاً في الأزمة الليبية سواء كانت ما يحدث في القارن الأفريقي ما يحدث لدى العديد من الدول الأفريقية فالحقيقة أن مصر في عهد الرئيس عمد الفتاح السيسي استطاعت أنها تتبنى رؤية واضحة جداً ومحددة الأهتف وأنها تضع القارة الأفريقية على أولويات أجلتها وأنها ترجع القارة الأفريقية المكانات على حقها في السياسة الخارجية المصرية وأن الحقيقة أن مصر تهدف في النهاية أنها تحقق التنمية أيضاً مصر من خلال هذا المنتدى طرحت نفسها أنها مسؤولة مش فقط في حل القضايا لكن أيضاً في حل ما بعد حل النزاعات سواء كان عن طريق بناء قدرات المؤسسات الدول أنها تقدر تصمد في الفترة القادمة وأيضاً أنها تكون مشاركة في ملف إعادة الأعمار والتنمية في مرحلة ما بعد المزاعات وبالتالي مصر تطرح في النهاية نحن نقدر أن مصر تتبع ما يحدث في القارة على كافة المستويات ولديها رؤية جيدة جداً في إطار أجندة أفريقيا ممتاز بالمناسبة الرئيس أكد في كلمته أمام منتدى أسوان الثاني للتنمية أن سهام الإرهاب تحاول تقويد استقرار شعوبنا نشوف جزء من كلمة السيدة الرئيس السيدات وسادة بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على عاتق دولنا بسبب جائحة كورونا ما تزال إفريقيا تعاني من أكثر النزاعات المسلحة والحروب الأهلية بما يهدد من استدامة الأمن في القارة كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويد استقرار شعوبنا فضلاً عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القصري ولقد أسهمت الجائحة بما سببته من تداعية اقتصادية واكتماعية جزيبة في تفاقم هذه الأخطار وهو ما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة فضلاً عن أهمية التركيز على النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن والاستثمار في تطبيق نهج وقائي للأزمات والعمل على توثيق العلاقة بين الأطراف الفاعلة في مجالات السلم والأمن والتنمية بما يسهم في معالجة الأزباب الجزرية للنزاعات الرئيس أكد كمان دكتورة سماء أن الدولة المصرية ملتزمة للاطلاع بمسؤوليتها في ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات من خلال مركز الاتحاد الأفريقي المعني بالقضية دي والموجود على أرض مصر شايفة إزاي نجاح مصر في دعم القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة الحقيقة أن ده انعكس من خلال الترحيب الكبير جداً من القادة الأفريقية بالدور المصري اللي قامت بيه في الفترة اللي فاتت جاهي القارة وده اللي ظهر من كلمات القادة الأفريقية أيضاً حرص الدول الأفريقية على إشراق مصر والتشاور معها في العديد من القضايا يمكن إحنا من خلال متابعتنا بالخلافات الأفريقية أن مصر كانت دولة وسيطة في العديد من الخلافات يمكن في فترة من الفترات كانت بين الصومال والسودان من ناحية بين إيرتريا والسودان من ناحية الأخرى فإحنا متابعين أن مصر دولة ليها ثقل في المنطقة والدول الأفريقية تسمين هذا الدول وهذه المكانة ويمكن عايزة أن أول الحاجة ودي مهمة جداً وكنا بنفتقدها في فترة كبيرة من الزمن أن الرئيس مصر دائماً حريص على حضور المؤتمرات الأفريقية وده ليها دلالة كبيرة لأن فعلاً الأفريقية كانت متضايقين من عدم موجود رأس الدولة في العديد من المؤتمرات وخاصة بالاتحاد الأفريقي فطبعاً هذا بيعكس مدى اهتمام الدولة ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرى الأفريقية وأعتقد أن هذا انعكس كثير جداً تجاه القضياننا أيضاً وأن هناك دعم كبير جداً لمصر في العديد من القضايا وأيضاً للقضايا العربية وده إحنا شفناه في قضية صد النهضة شفناه في قضية ليبيا شفناه في القرن الأفريقي فطبعاً هذا سمار السياسة الخارجية المصرية اللي انتهجها السيد الرئيس من 2014 وإحنا بدأنا نجنيها في الفترة الحالية تمام دكتورة سماء عايزة انتقل مع حياتك من ملف آخر وهو توجيهات الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري يعني تابع إزاي حزب حماة الوطن هذه التوجيهات؟ دكتورة سماء معنا أنا كنت عايزة ألحايتك تابعته إزاي في حزب حماة الوطن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الشهر العقاري وتأجيل القانون؟ الحقيقة أننا في الحزب تابعنا ردود الأفعال المختلفة تجاه هذا التعديل في القانون وتابعنا أنه فيه رفض كبير جدا بس بينعاكي يعني هو كان ردود الأفعال يعني بيدل على عدم فهمك منه أن فيه إجراءات كثيرة أن فيه وقت كثير بيتطلب من المواطن التوقيت إصدار القانون في عام كل الناس عانت من أزمة كورونا وتدعياتها خاصة على المستوى الاقتصادي فطبعا الحزب ارتقى ضرورة يعني أنه يكون لي مبادرة في تعديل القانون من خلال نوابه في مجلس الشيوخ ونوابه في مجلس النواب وده الحقيقة اللي احنا بنعكف عليه الآن ودراسه من خلال قانونيين أنا عارفة أن الحكومة هتقدم تعديل وأيضا فيه أحزاب كثيرة هتقدم تعديل للقانون لكن احنا برضو شغالين على تعديل بس يكون أكثر شمولا ويكون فيه رؤية أكبر للمشكلة لأنها مش مشكلة فقط الشهر العقارلي لكن هي مشكلة كبيرة جدا في كثير من القوانين المرتبطة في هذا الشهر وبالتالي أنا عايزة أقول أن استجابة السيد الرئيس السريعة يبتعكس المتابعة الحاسيسة للقضايا الموجودة في المجتمع وسرعة الاستجابة وبرضو كان على التوازي يعني الأحزاب بتتحرك بشكل كبير ودينات صدرت عن هذه الأحزاب وتعكس يعني تواصل مع الشارع وأيضا الحكومة تحركت بشكل كبير وبدأت تدرس وتعقض اجتماعات وأيضا السيد الرئيس في النهاية طلب تنفيذ هذا التعديل لمدة سنتين حتى يعطي فرصة أن الناس برضو يعني ما تكونش مضغوطة بشكل كبير نظراً من الظروف اللي احنا بنمر بيها في الفترة الحادية إزاي هيسهم الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الشهر العقاري؟ يعني إزاي هيساهم أنه يكون عندنا قانون يسهل على المواطنين تسجيل عقاراتهم من غير عناء ومن غير مشاق؟ هو الحوار المجتمعي الحقيقة هيبين لنا أسباب رفض القانون وليه الناس؟ الناس معترض عن إيه أوجه الاختراض على هذا القانون وإيه النقاط اللي هم مش فاهمينها أو النقاط اللي بتسبب لهم إشكاليات سواء كانت في الوقت، سواء كانت في الإجراءات، سواء كانت في الرسوم فالحوار المجتمعي هيخرج لنا الصورة التهنية اللي وصل غير المواطنين عن هذا القانون والإشكاليات اللي بتواجههم فيه برضو هي هتمكن الدولة من أنها تشوف يعني أمام هذه المعوقات هل هي تقدر تحقق الهدف الرئيسي لها أن هي ترصد الصورة العقارية لديها أنها تنظم هذه الصورة أنها أيضاً بيكون فيه رسوم معينة لكن لا تسكل على كهل المواطن في نفس الوقت فالحوار المجتمعي مهم جداً لكن خلينا أقول ملاحظة أن نحن في حزب حماية الوطن بنتابع مننا الآن القوانين اللي سوف يناقشها مجلس النواب والقوانين اللي سوف تتحول إلى مجلس الشيوخ وسوف نبدأ حوال مجتمعي حولها لأن نحن عارفين أن يمكن أهم القانونين سوف يتم ملاقشتهم هم قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية وكل القانونين سوف يكون حواليهم العديد من أدود الأفعال وعديد من الأراء والعديد من الرؤى اللي إحنا محتاجين أن نعرفها علشان نضحها في الاعتبار من الآن في وضع المواد الخاصة بالقوانين حتى لا نواجه بهذه المشكلة اللي إحنا بنواجهها حالياً من حالة رد الفعل الرافض للقانون حتى لو كان جزء كبير منه أن الناس مش فهمها لأن هذا القانون موجود من زمان لكن الإشكالية الأساسية أنه تم رابطه بإدخال المرافق لكن كل الناس كانت ماش تروح تدفع ولا بتسجل لكن النحية أصبح دلوقتي مشروعاتها وعقاراتها وبيوتها متوقفة وما تقدرش تدخل لها المرافق إلا إذا راح تسجلت في الشهر العقار فده الإشكالية الأكبر هي يمكن جزء منها جيد بالنسبة للدولة إن هي بتشجع المواطن إن هو يروح يسجل لكن في نفس الوقت عطلت المواطن على إن هو يستكمل العقارات العقار الخاصة تمام أنا بشكر حياتك شكراً جزيلاً على وجودك معنا دكتورة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماية الوطن شكراً لحياتك شرفتنا النهار ده في المواجهة هنروح لفاصل وبعد الفاصل مواجهتنا التانية حول مبادرة أولادنا وأهميته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للأطفال كريمي النسب والأيتام استنمنا